أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قدق الله العلي العظيم كيف نفهم هذه القيمة الرفيعة التي نالها أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام الحسين فيما ذكرته الآية الشريفة من التطهير التام من الرجس من عند الله سبحانه وتعالى هل هي مجرد مسألة تشريفية الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن هناك مسألة اختبار على أساس هذا الاختبار وإثبات الذات الله سبحانه وتعالى يعطي المقام الرفيع قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين حين ذاك من خلال التقوى من خلال العمل الصالح من خلال المقامات الرفيعة التي يبذل الإمام من أجل الوصول إليها ويجهد نفسه ويخلص لله عز وجل فيها ينال تلك الهالة القدسية التي يحيطهم الله عز وجل بها الإمام الحسين عليه السلام في المدينة المنورة عندما أريد منه أن يبايع يزيد رفض وكان فيما ذكره مضمون هذه الآية الشريفة بمعنى أن الإمام يتخذ مثل هذا الموقف لأنه قد تمسك بالإخلاص لله عز وجل في كل آن من آناء حياته وفي كل موقف من المواقف التي وإن كلفته الشيء الكثير كما في مثل هذا الموقف الإمام الحسين عليه السلام يؤكد في هذا الموقف أن مسألة الطهارة العالية النقية الكبيرة التي نالها من عند الله عز وجل هي مسألة استحقاق بالتضحية بالعطاء بالإخلاص كما كان قد سجله في هذا الموقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر